السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعت انه اكو صاير خلاف بين محمد الحلبوسي اللي هو رئيس مجلس النواب وبين شرطة ما ادري شنو مقفية على جهة مضللة على كل ان هو يريد يستجوب وزير الداخلية الله يتشرم عبد الامير عليها الاساس وان قبل تشم يوم او البارحق اللي اتراح بقى بكر افضح عبد الامير سوأت منشور وقبلها بديتها بانه المؤامرة اللي قودها البعثين الشياء فخلصنا من عثمان تقريبا والان نتحول على هذا خلي اعرفكم بهذا ما راح اخوض في تاريخه قبل احتلال العراق وكون ابعثي راح اخوض لكم بموقف انا شهدته شخصيا صار وياي في عام الفين وثمانية عام الفين وثمانية كانت مهندس مشرف على مشروع ينفذوه الامريكان والاموال مالتي من وزارة الدفاع العراقية هي واحدة من اكبر صفقات الفساد في وزارة الدفاع يسموها عقود الاف ام اس بوقتها كان نائب الرئيس الامريكي هو لازم المقاولات والاكتفاء الذاتي والتجهيز للجيش العراقي اكتشين ايضا بوقتها كان ذاك الوقت اي فهذا المشروع هو مشروع بناء فوج الفوج في البداية كان من مخصص فوج الحامية يسموه منطقة الحامية بالمسيب فهذا الفوج كان مخصص الى احد الافواج اللي بكربلا وبعدين هذا الفوج انتقل راح كانت بوقتها عمليات صورة الفرسان وهي السوالف فانتقل وين راح من راح هذا الفوج اللي بكربلا انطوه الى فوج بالحلة انه يشغل به واصلا هي نمسيب تابع للحلة واني مستمر كوني مهندس مشرف عليه خلتني وزارة الدفاع اه وهذا المشروع لي عليه تحفظات وهو ايه ثبتتها انا بمذكرات رفعتها الى وزارة الدفاع التنفيذ بمشاكل العقد بمشاكل تفاصيل سرقات مطبيعية فكان اخر ايام بهذا المشروع اجيت لقيتهم كاتبين هاي الحدشي كان قبل عيد بوقت عيد رمضان ما ادري عيد اضحان مهم فد عيد فجئت طبيت يم المدير المشروع اسمه جون ساليفان شركة اي تي اس اي الامريكية دخلت يمه لقيت كاتب عصبورة نسبة الانجاز اربعة وتسعين بالمية اوكي سالت اليوم كشغل قال لي لا ماكو يابا ليش قال لي مو العمال عيد ومدر ايش اتم عطلة فاحنا موقفين الشغل اوكي اوكي اه اكو موثل شركة اه تشرف على الحمل هذا واحنا ممثلي الدفاع احنا حتى ممشروعين ممثلي الدفاع يسمونه لانه الدفاع كانت او لازميها مجموعة من الناس الحرامية ولا زالوا لحد الان ام لازميها مجموعة من الناس الحرامية لان مكان مال اوكي على كل حال فخبرني هذا الممثل مال الشركة الاجنبية اللي تشرف على الشركة الامريكية المنفذة قال لي ترى هم مسويلهم لعبة قال لي راح يستلمون ورا العيد سلمون المشروع قال لي علي اساس شون يسلم قال لي هاي وغلا هذا اللي عندي بلغونا بي احنا وما يردون يقلولك ما يردوك تجي قال لي خاش يا ايوم قال لي فلاني ايوم مدرش ايجي تاني والقالك امر الفوج موجود ولقالك عبد الامير موجود امر لواء عبد الامير هم تفاجأوا بدخولي لقيت لجنة جاية مني سموها المنستكي مكتب التنسيق الامريكي وحدة رائد ميجر مهندسة وياها واحد ما ذكر شنو رتبته اصغر منها رتبته فجاي فحصون اه دخلت لهم بشكل مفاجئ موجودين ممثل من الشركة الامريكية وعدهم مقاول ثانو وعدهم مدرش شنو موجودين هو هذا عبد الامير موجود فدخلت لهم قلت لهم شوفوا اه جاي تستلمون انتم حاجية الامريكان ذول هاي الرائد فدخلت لهم هذي الاعمال كلها بها نواقص هاي بها كذا بها كذا بها كذا بها كذا حطيت ثبتت نواقصي اللي حسب وجهتي لانهم وزارة الدفاع حتى ما اسلمتني جدوى الكميات الخاص بتنفيذ المشروع ما يسمحون انتدخل هايش حاطينه بس يردونا واجهة حتى يتمشي البوق اللي كان بوقته الوزير منه كان بوقته عبد القادر انا بالنسبة ليه ما يصرف لها الحاجي وداما مستمروا مذكراتي والامريكان معاركوا يهم فبهذا اليوم ما الاستلام اللي جيت بيه ثبتت النواقص وكذا وقلت للامر قلت لهم زين انتم قبل العيد سألت بواعت لليبو الشركة الامريكية مدير المشروع قلت لسوليفان انت اشتغلت ورا العيد بالعيد بالعيد العفو قال لي لا ما اشتغلت قلت لزين انا من نجيتك نسبة الانجاز اربعة وتسعين بالمية انت كاتبه مو انا كاتبه وسألتك هاي نسبة الانجاز اللي امم almaus قلت ليبي بواقتها ديك راح تشغل قلت لي لا ما اشتغل لان او من هم العمال ما موجودين على مود العيد انت ابقى العيد اشتغلت قل لي لا ما اشتغل قلت لي زين اشالون راح تسلم المشروع قل لي صار 100 بالمية قلت لي اشلون صار غ مية بالمية اذا انت ما مشتغل من اربعة وتسعين بالمية الى مية بالمية شلون صار قل لي ما عادري هزدي اشتافعيش فقلت للام الفوج انت ما تستلم قلت للعبد الامير انت ما تستلم لازم يكملون النواقص اتفقتوا إياه على أنه يكملون النواقص واتفقنا على موعد يم تتكملوهن يعني ما ذكر بالضبط انطوا موعد قريب قلوه للثينين وكأنما ثلاثة اربع خمس تيامين فتشي يعني قريب كنا يمكن احنا اربعاء هاي الحشي الثينين اللي ورا قلت له راح تكمل تسوي كل ذا النواقص قال لي اكمل هذا من هو اي حشي المقاول الثانوي اللي يواقف بصف مدير الشركة الامريكية قلت له العبد الامير ما تستلم نجي سويه ونستلم اذا نكملين النواقص قل لي تماما خذ التليفون عني عبد الامير وخذ تليفوني امر الفوج الولد قل لي اذا اتما اتوقع اذا انا ما ما استلم ولا اللي شغلة فطلعت اشتركوا في القناة